أبدأ معك أحمد ومن ما نشرته قبل قليل هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الخارجية الأمريكي أبلغ المسؤولين الإسرائيليين بأنه دون وقف لإطلاق النار لا يمكن التوصل إلى صفقة تبادل هل هناك من ردود فعل إسرائيلية لهذا الكلام؟ هذه الأنباء وردت خلال الدقائق الأخيرة رويدة بحسب هيئة البث الرسمية فإن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أوضح للمسؤولين الإسرائيليين خلال لقاءاته المغلقة أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دون وقف لإطلاق النار في قطاع غزة كذلك تحدث عن أن أي عملية عسكرية محتملة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة رفح ستؤدي إلى تعطيل المفاوضات الجارية وربما انتأهائها كذلك تنقل الكنال الثانية عشر الإسرائيلية تصريحات مشابهة لوزير الخارجية الأمريكي وتضيف أنه حذر المسؤولين الإسرائيليين أن التطبيع المحتمل مع السعودية لا يمكن أن يتم التوصل إليه إن لم يتم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة هذا يشير إلى تناقض بين التصريحات العلنية لوزير الخارجية الأمريكي وبين تصريحاته في الغرف المغلقة في الغرف المغلقة يتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار في التصريحات العلنية يحمل حركة حماس مسؤولية إفشال هذه المفاوضات الإفشال المحتمل لأنها تصر على مطلب وقف إطلاق النار لكنه لا يقول علنا إن الولايات المتحدة تؤيد هذا المطلب هو بالأحرى رغم الخلافات الكبيرة التي تدور بينه وبين إسرائيل حول عملية رفح وحول التطبيع المحتمل مع السعودية وحول غيرها من الملفات خصوصا صفقة التبادل إلا أنه اليوم أعطى بن يمين نتنياهو حجة قوية أمام معارضيه من الداخل عندما تحدث عن أن حركة حماس هي التي تعطل هذه المفاوضات وأن العرض الذي قدمته الوساطة المصرية الذي صيغ هذا العرض بالشراكة مع الإسرائيليين هو عرض سخي للغاية حاول أو صور بلينكين وكأن إسرائيل قدمت كافة التنازلات المطلوبة منها وأن ما تبقى هو أن توافق حركة حماس على هذا العرض المتوفر متجاهلا كافة التصريحات التي كانت خلال الأيام الأخيرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي أصر على عملية عسكرية في رفح تجاهل تصريحات وزراء بارزين داخل الحكومة الإسرائيلية منهم الوزير إتمار بينكفير ومنهم الوزير بتسل إيل سموتريتش بضرورة رفض أي صفقة تعرض على إسرائيل ووصفوا الصفقة المصرية على وجه خاص بأنها خنوع لحركة حماس ورفع للراية البيضاء وتجاهل أيضا مواقف للوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانس الذي قال أن أي اتفاق مع حركة حماس يجب أن لا يتضمن وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة بمعنى أن كافة التصريحات الإسرائيلية خلال الفترة الماضية كانت تشير إلى أن الاحتلال يرفض التوصل إلى اتفاق بالإضافة إلى النقاش الذي كان حول صلاحيات الوفد المفاوض الإسرائيلي وما ذلك من أمور تجاهل بلينكين كل هذه الأمور وركز بشكل خاص أو اتهم بشكل خاص حركة حماس بأنها تعرقل هذه المفاوضات لكن يبدو وهذا فقط يبدو مما يرد في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن النبرة في الغرف المختلفة قد تكون مختلفة قليلا عن هذه النبرة العلنية شكرا أحمد على هذه الإحلال